اهلا بكم مشاهدين الكرام من القاهلة الإخبارية عاصمة الخبر وهذه نافذة جديدة نلقي خلالها الضوء على أداء الرئيس التركي رجب طيب أردغان في وقت لاحق اليوم اليمين الدستورية لرئيس لرئاسة البلاد بعد فوزه الأسبوع الماضي بفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2028 يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردغان اليوم السبت اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة مدتها خمس سنوات ويتوجه بعدها أردغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاترك ومن هناك يتوجه إلى قصر الرئاسة ولاحقا يشرع الرئيس التركي في قبول التهان من قادة الدول والحكومات والشخصيات التي وجهت إليها الدعوة ثم يقيم حفل عشاء للضيوف ومن المقرر أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان مساء اليوم السبت عن أعضاء الحكومة الجديدة ويواجه أردغان في وليته الجديدة تحديات عدة أبرزها التعامل مع الملف الاقتصادي للبلاد المتدهور وقضية اللاجئين فضلا عن ملف السياسة الخارجية لتركيا خلال سنوات الخمس المقبلة بعد أكثر من عشرين عاما قضاها في صدة الحكم بين رئيس ورئيس للوزراء مدد رجب طيب أردغان فترته كأطول مدة رئاسية لحاكم في تركيا الحديثة بعدما أضاف خمس سنوات جديدة هي مدة ولايته الرئاسية الثالثة لكن ماذا ينتظر الرجل من تحديات؟ وأي قضايا كبيرة مطروحة أمامه؟ كثيرة هي التحديات التي تنتظر أردغان فمن يحسم المعركة الانتخابية في جولة إعادة تاريخية بفارق ضئيل لا يتعدى أربع نقاط يعلم أنه سيواجه مهمة صعبة تتمثل في توحيد بلاده التي تشهد انقسامات عميقة الوضع الاقتصادي المتدهور يمثله والآخر أحد أهم التحديات الداخلية التي يتعين على أردغان التعامل معها بشكل سريع إذ يمر الاقتصاد التركي بمرحلة حرجة وارتفعت أسعار المواد الغذائية 54% على أساس سنوي في إبريل الماضي في ظل معدل تضخم قياسي يأتي هذا بينما لا تزال جهود إعادة الإعمار في جنوب شرق تركيا في مراحلها الأولى بعد زلزال فبراير الماضي الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص ودمر البنى التحتية فيما قدرت تكلفة أضراره بأكثر من 100 مليار دولار أما ملف اللاجئين السوريين فيأتي على رأس أولويات أردغان وهو يبدأ ولاية جديدة ضمن أبرز التحديات الخارجية فوفقاً للمفوضية العليا للاجئين يعيش في تركيا نحو 3.700.000 لاجئ سوري استخدموا بحسب مراقبين ورقة مهمة لمدعبة الشارع والناخبين الأتراك الذين حمل معظمهم اللاجئين مسؤولية تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وبقدر أهمية ملف اللاجئين وربما بنسبة أعلى يأتي ملف السياسة الخارجية في ظل الولاية الجديدة لأردغان فعلى الرغم من كون تركيا جزءاً من أوروبا ومن تحالف الغرب الدفاعي حلف النيتو فقد وثق علاقات بلاده مع الصين وروسيا أيضاً وهو ملف يسلط الضوء على قضية تحالفات تركيا الدولية فهل ينجح أردغان في مواجهة هذه التحديات التي ينبغي التعامل معها وهل يستطيع المحافظة على تحالفاته مع الغرب والشرق في آن واحد؟ يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردغان ممثلاً عن مصر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وعوضح السفير أحمد أبو زيدا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن مشاركة شكري تأتي في إطالة التطور الذي تشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركية للمزيد من المتابع ينضم إلينا من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي دكتور بشير هنبيك على شاشة القاهرة الإخبارية يبدو أن أردغان أكثر فرحاً بهذه اليمين الدستورية التي سيؤديها اليوم عن مراتها أو المرات السابقة لأن الطريق لم يكن ممهد بل كان هناك العديد من التحديات للوصول لهذه الفترة الرئاسية الجديدة تحية لكم ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان بالفعل مذاق خاص لهذا اليمين للرئيس التركي رغم أنه لم يكن الأول إلا أنه جاء في ولادة قيصرية مستعصية كما رأينا للمرة الأولى الرئيس التركي يضطر إلى خوض جولة إعادة في الاتحقاق الرئاسي وأيضاً يتقلص الفارق بينه وبين منافسه مرشح طيار الأمة المعارض إلى أربع نقاط أو إلى ست نقاط في المرات السابقة هناك مرتان المرة الأولى أكمل الدين إحسان أغلو 2014 مرشح المعارضة يحصل على 38% وأردوغان 51.5% في 2018 حصل محرم إنج على 31% بينما أردوغان 52% أي أن الفارق في الحالتين كان كبيراً هذه المرة تقلص الفارق بشكل كبير 52% و48% ما يعني أن الفوز كان مستعصياً إلى حد كبير لذلك أردوغان يرى أن هذه المرة لها مذاق مختلف عن كل المرات السابقة كما أن أمامه خمس سنوات يستطيع أن ينطلق نحو الجمهورية الثانية لا سيما وأن فوزه هذه المرة يوافق مرور مئة عام على جمهورية أتاتورك وطالما كان يتطلع إلى أن يعلن جمهوريته الجديدة والقرن التركي الجديد في العام 2023 بعد مرور مئة عام على ما فعله أتاتورك لذلك هناك خصوصية شديدة لهذه الفترة الرئيسية بالنسبة لأردوغان سواء لجهة استعصائها للحصول عليها أو لجهة أنها توافق مرور مئة عام على الجمهورية التركية الأولى ليدشن أردوغان جمهوريته الثانية لكن أيضا هذا الفوز الثمين بالنسبة لأردوغان يضع أمامه العديد من التحديات ومسؤولية كبيرة هذه الفترة بالفعل تحديات عديدة يواجهها الرئيس التركي بعضها داخلي والآخر خارجي داخليا على سبيل المثال هناك الحاجة إلى توحيد الأمة التركية مجددا لأن الانتخابات أحدثت صدعا عموديا في المجتمع التركي وفجرت نعرات قومية وانقسم الأتراك إلى شقين أردوغان يرفضه 48% من الأتراك يعني لم يحظى بإجماع كبير كما كان يظن وبالتالي هذا الانقسام لا بد من تكسير الفجوة ورأب الصدع بين الشعب التركي بمختلف فئاته وتوجهاته الأمر الثاني كبح جماح النعرى القومية المتفاقمة أثبت الاستحقاقان البرلماني والرئاسي أن الطيار القومي في تصاعد وهناك أجنحة متطرفة ومتشددة داخل الطيار القومي حيال الأقليات وحيال اللاجئين على أردوغان الذي استعانى بالطيار القومي خصوصا بعدما نجح هذا الطيار في أن يجعل من نفسه صانع الملوك في تركيا خصوصا في الجولة الثانية هذا الطيار القومي أيضا بات الترتيب الثالث في البرلمان بعدما حصد قرابة مئة مقعد وحصل على 23% من الأصوات وبالتالي هذا الطيار يتجه نحو بعض الشعبوية والتطرف وعلى الرئيس التركي الذي صار حليفا له أن يكبح جماح النزع القومية المتطرفة لدى هذا الطيار حتى لا تضر بالتجربة التركية ككل التحدي الثالث الداخلي وهو تحدي سياسي بمعنى أن الرئيس التركي حصد المنصب الرئاسي بأغلبية بسيطة لكنه في البرلمان حصد أغلبية بسيطة 48 أو 49.5% لا تخوله تمرير القوانين والتشريعات والتعديلات الدستورية منفردا دون الرجوع إلى استفتاء شعبي أو قوة سياسية أخرى لأنه حصد 322 مقعدا من إجمالي 600 يستطيع أن يشكل الحكومة لكنه لا يستطيع إحداث تعديلات دستورية وتمرير تشريعات وقوانين لأنه كان يحتاج إلى 360 مقعدا حتى يدعو إلى استفتاء وربعمائة مقعدا إذا ما أراد أن يتجنب الاستفتاء أو التحالف مع قوة سياسية أو المساومات أو المفاوضات مع قوة في البرلمان وبالتالي هذا قد يعرض الرئيس التركي إلى الإضطرار للدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أملا في رفع عدد المقاعد التي تحصل عليها تحالف الجمهور الحاكم من 322 مقعدا إلى 360 أو إلى 400 مقعد هذا إذا لم ينجح في تدشين تحالفات جديدة تجعله يتحصل على الأصوات التي يحتاجها في الداخل أو المقاعد التي يحتاجها في الداخل إذا ما نجح في التنسيق مع قوة سياسية أخرى وحصد 360 أو 400 مقعدا لن يضطر إلى انتخابات مبكرة إذا أخفق في هذا الأمر قد يضطر إلى الدعوة لانتخابات مبكرة يأتي من بعد ذلك التحدي الرابع وهو التحدي الاقتصادي كلنا يعلم أن المعارضة كانت تراهن على الوضع الاقتصادي المتداهور لإسقاط أردوجان لكنه استطاع أن يتجاوز ويعبر مع وعود وأمال بالتصحيح فضلا عن تدعيات الزلزال وهي مرتبطة بالأزمة الاقتصادية بالفعل لكن دكتور بشير على المستوى الخارجي هناك سياسات جديدة تقوم عليها تركيا خارجيا وإقليميا أيضا نرى هناك زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري ليكون جزء من حفل تنصيب الرئيس التركي وأيضا هناك رئيس الوزراء الأرميني سيحضر هذا الاحتفال هناك تغير في سياسة الخارجية التركية هذه المرة هل هناك مزيد من هذا التغير ستشهده هذه الفترة لأردوغان؟ حينما نتحدث عن تغيير السياسة الخارجية لأي دولة عقب أية انتخابات ننظر أولا هل تغير النظام السياسي هل أصفرت الانتخابات عن تغيير في النظام السياسي والحكومة والرئيس أم لا في تركيا لم يحدث تغيير نحن بصدد نفس الحكومة والرئيس والتوجه السياسي يكون السؤال هنا التغير في السياسات رغم بقاء الأنظمة كما هي الرئيس التركي كان قد بدأ قبل الانتخابات بعمين توجها انفتاحيا إصلاحيا صوب الإقليم والعالم وبدأ بالفعل يقلص التوترات والخلافات بدأ ذلك مع دول الخليج وإسرائيل واتجه إلى مصر والآن يحاول مع سوريا حتى في علاقاته الدولية هو حريص على التوازن ما بين الشرق والغرب ما بين الروسيا والصين والدول الماطقة بالتركية من جهة وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنيتو من جهة أخرى الرئيس التركي بدأ هذا التوجه الانفتاحي التصالحي لكن السؤال يبقى هل يستكمل هذا التوجه أم أنه كان توجها تكتيكيا لتحسين موقفه الانتخابي الفترة المقبلة ستجيب على هذا السؤال بالضبط بالضبط دكتور الرئيس التركي بما حققه وفاز في الانتخابات ثم يهدئ من وطيرة التقارب خصوصا وأن كل تقارب مع أي طرف يحتاج إلى شروط يعني مع الولايات المتحدة هناك شروط أمريكية موضوعة في هذا المضمار مع الاتحاد الأوروبي هناك شروط عديدة إذن ربما دكتور الأيام القادمة ستوضح ما إذا كانت هذه ستكون السياسة الدائمة للفترة المقبلة للأوردغير أم أنها ستكون سياسات مؤقتة كما تقول شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي من القاهرة شكرا جزيلا لك أكد الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دولة باتشلي أن الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان تاريخية في ضوء التحديات التي تواجه البلاد وأشار باتشلي إلى أن هذه المرحلة تتطلب تكاتفا لتحويل الأقوال إلى أفعال أود أن أقول أنني آمل أن تكون بالفعل نقطة بداية جديدة لمرحلة جديدة وكما تعلمون الجولة الثانية كانت الجولة التكولية للمؤكدة لانتخاب الرئيس الجديد الذكرى المئوية لجمهورية التركية وطبعاً نحن الآن في الفترة الثامنة والعشرين للبرلمان التركي أمل أن تكون وسيلة تخير وطبعاً لكم مسؤولية تاريخية مهمة جداً هذه المسؤولية والحزب المسؤولية ستكون 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 انعكاس المفردات إلى الأفعال وستكون مرحلة مهمة جداً في تاريخ الجمهورية التركية كان نواب البرلمان التركي الجديد قد أدوا اليمين الدستورية تعبئ حضور الرئيس التركي رجب طيب أردغان ويشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم مائتين وثمانية وستين مقعداً برلمانياً فيما يمثل الشعب الجمهوري مائة وتسعة وستون نائباً في البرلمان الجديد للمزيد من المتابعين ينضم إلينا من أسطنبول محمود علوش الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود هناك تشكيل جديد لحكومة قد يعلن عنها الرئيس التركي اليوم بعد أدائه لليمين الدستورية ما الطابع الغالب على هذه الحكومة في ظل العديد من الملفات التي توجهها لسيما تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع قيمة الليرة التي انخفضت إلى مستويات قياسية خلال هذه الفترة مساء الخير بالفعل تحديات كبيرة تواجه حكومة الدولية الشديدة وواجه عدد الأحرى يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمود علوش الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الدولية من اسطنبول سنعود إليها إذا تحسنت الاتصالات مرة أخرى لكن أيضا نذهب إلى مراسلنا من أنقرة عمر أحمد عمر يعني مزيد من التفاصيل حول أداء الرئيس التركي لليمين الدستورية اليوم ما هي أبرز اللجوه التي ستحضر هذا الحفل من الرؤساء وممثل الدول نعم محمد بعد التحية بالفعل الكثير من رؤساء الدول سيشاركون اليوم في حفل تنصيب الرئيس أردوغان يعني أذربيجان أوزباكستان ترغيزستان تركمانستان كذلك هناك على مستوى الرؤساء الصومال جمهورية شمال قبرص كل هذه الدول في الدول الأفريقية أيضا على مستوى الرؤساء الجزائر غينيا جنوب أفريقيا أيضا كذلك على مستوى وزراء الخارجية هناك وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في مراسيم تنصيب الرئيس أردوغان كذلك وزير الخارجية القطري الأمين العام لحلف الناتو سيشارك كذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا سيشارك في هذه المراسيم رئيس وزراء أرمينيا أيضا سيشارك في هذه المراسم ربما هي صورة لمستقبل العلاقات التركية الخارجية بشكل خاص في هذا الإطار توضح بأن تركيا متجهة نحو إعادة علاقاتها وتحسين علاقاتها مع معظم دول الجوار وغالبية دول الجوار هذا الموضوع سيتأكد حقيقة في الأسماء التي سيعلن عنها الرئيس أردوغان في وزرائه يعني لمجلس الوزراء هذا التوجه سيتأكد في حال تم تعيين وزراء معروفين بإمكانية تقدمهم ووصولهم إلى المرحلة الدبلوماسية المطلوبة لإعادة وتطبيع العلاقات بشكل كامل خصوصا على مستوى وزارة الخارجية حاليا يتم طرح لعديد من الأسماء في هذا الإطار أبرزها إبراهيم كالن الذي هو كان المتحدث باسم الرئاسة وكذلك المستشار الأمني للرئيس أردوغان يقال وهنا في كواليس أنقرة يقال بأنه سيستلم الحقيبة حقيبة وزارة الخارجية كذلك هاكام فيدان أيضا متوقع أن يتسلم نائب رئيس الجمهورية طبعا هذه كلها كواليس وليست معلومات لأن المعلومات موجودة فقط في ذهن الرئيس رجل طيب أردوغان وكل لحظة تصدر كواليس ومعلومات جديدة لكن مساء اليوم سوف نتعرف على مجلس الوزراء الجديد الذي سيعلن عنه الرئيس رجل طيب أردوغان في الكثير من الحقائب مهمة حقيقة على سبيل المثال الحقيبة الاقتصادية كذلك ستكون مهمة جدا يطرح حاليا اسم محمد شمشك ولكن هناك أجواء في أنقرة تشير إلى أن محمد شمشك سوف يعيد بلمح البصر بين قوسين الاقتصاد التركي إلى مساره هذا الموضوع يرفضه الكثير من الاقتصاديين نعم يمكن أن يكون محمد شمشك يتبع السياسات إن صح التعبير عقلانية في إدارة الاقتصاد التركي ولكن هناك تخوفات هل سيستطيع أن يدير الاقتصاد بصلاحيات موسعة ودون تدخل في هذه السياسات ولكن طبعا محمد شمشك لديه تاريخ في الاقتصاد التركي كان نائبا لرئيس الوزراء السابق ووزيرا للاقتصاد والمالية السابق في العشر سنوات الماضية وحاليا هو يريد حسب ما ترشح عن التقارير الإعلامية بأنه يريد حرية كاملة في إدارة اقتصاد البلاد هذا الموضوع ربما يكون صعب نظرا لإصرار الرئيس رجل طيب أردوغان على تخفيض معدلات الفائدة بشكل أساسي في تركيا والتركيز على موضوع الاستثمار زيادة الاستثمار هذا الموضوع يؤثر بالسلب على التضخم التركي المرتفع وكذلك على العجز التجاري والعجز التجاري الخارجي وكذلك عجز الموازنة الموجود حاليا في تركيا كل هذه الأمور هي معضلات حقيقة تواجه محمد شيمشك الذي يتوقع أن يستلم منصب في اقتصاد البلاد سنتعرف عليه مساء هذا اليوم بكل تأكيد هناك الكثير من الحقائب المهمة إن كان بالنسبة للداخل التركي وكذلك على مستوى المنطقة إقليميا وكذلك دوليا إذن هي أسماء مطروحة ربما كما ذكرت عمر أنها تكهنت لكن هذه الحكومة من المنتظر أن تقوم بالعديد من المهام خاصة في ظل هذه التحديات الكبيرة التي توجهها تركيا سواء داخليا من خلال يعني رفع تداعيات الزلزال في 11 ولاية أو حتى اقتصاديا بالإضافة طبعا إلى الملف الخارجي الذي تحدثت عنه عمر أشكرك شكرا جزيلا عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام كانت هذه تغطيتنا لأداء الرئيس التركي لليمين الدسترية في وقت لاحق اليوم وأيضا العديد من الملفات التي تواجهه في فترته الرئاسية الحالية أو التي ستستمر لخمس سنوات تشكركم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام على هذه المتابعة كنتم معكم على مدار هذه التغطية محمد عبيد من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر